تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي برشلونة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد تعثر برشلونة وخسارته أمام ختابي اليوم اجت هدية لبرشلونة من لا مكان قادش الصاعد حديثا بيهزم ريا المدريد وكأنه بيقولوا لكومن خذها الدفعة المعنوية خذها الهدية واضمن الصدارة قبل لكلاسيكو طبعا برشلونة صدمنا صدمنا اليوم في أنه ما قام بأي ردة فعل بعد النتيجة هذه هذا أولا وأيضا صدمنا بشكل ثانيا أنه بعد ما تقدم عليه ختابي بعد هذا المقابل لا شيء أيضا ردة فعله كانت ضعيفة هذا الشيء بيخدريك يعني تقول أنه هل هذا الفريق بحماسه ورغبة فريق بدور على الألقاب هل هذا الفريق تعافى من مشاكل الكثير اللي صارت بص الموسم الماضي بيظل عندك شكوك بس دائما بنحكي أول انطلاقة الموسم دائما هي فترة من التسرع جدا نحكم عليها بس اللي شفنا اليوم مش مطمئن مش مطمئن بالنسبة لموسم برشلونة ومش مطمئن للناس اللي بتحضر كلاسيكو لا مدريد نافع ولا برشلونة يعني برشلونة قدم مبارا مبارتين كويسات بعدين راح ومدريد من أول الموسم يعني كمان بعيد كثير عن مستوى فالواحد يقول الله يستر ما نشوف واحد من أسوأ الكلاسيكو اللي شفناها من سنين طويلة جدا ربما يعني عدم عنها تنافسية لان فيش حدا حاس من دولة ولا شيء بس بصراحة على هاد الأداء وهدول الفطرفين وروح الفريقين الواحد خايف يشوف كثير كثير بعيد على المستوى الطبيعي كومان طبعا بدأ اليوم بتغييرات كثير شفنا يبدأ ببدري بديمبلي وبرسل ديس لليسار وبيخلي روبرتو على اليمين وكان يعتقد انه هذا يكفي للفوز بلقاء اليوم ريح كوتينيو أوفاتي اللي هم أفضل لعبين في برشلونة منذ انطلاقة الموسم فيه ثلاث لحظات خليني أبدأ فيها وأتكلم فيها اللحظة الأولى تقريبا بالدقيقة 24 جريزمن بواجه المرمون وبسدد برا طبعا هذي مفيش حجة لجريزمن فيها انه يقول والله مش لعبين لمركزي أو مش وطقين فيه انت والحالس هذي اللقطة بعدها جريزمن خرج من اللقاء تماما لحظة طريقة الطبيعي والخروج اللي بعدها كأنه اختفى بتخليك تعرف انه جريزمن بدأ يدخل في مشكلة ثقة حقيقية في نفسه مشكلة يعني شعور ربما بالندم على الخروج من أتكومادرين هذا اللحظة الأولى اللحظة الثانية في الدقيقة 30 في كرة يكسر فيها دربكة فأيجي تباهر روبرتو روبرتو لف على نفسه هك 180 درجة وركب طبعا خلال اللفة هاي اللاعب صار واصل الكرة ورايح بعدين اللاعب أعطى روبرتو كتف فروبرتو راح ووقف وابتسم وخلى اللاعب يكمل ويلف ويسدد بجانب المرمى بكل هدوء هذا هو روبرتو الظاهير لأيمن وشوفنا ايضا ديمبلي عم بيمسك الكرة بيوري الناس انو انا بعرف اراوغ براوغ اثنين ثلاثة اربعة بعدين ما يخلص بتكتشف انه ما كان يراوغ عشان مدعمل شي بعد ذلك انو بوصل لللاعب الخامس فبيعطيه كرة يعني يقريل جدا ما كان عم بيعمل مهارة لمصلحة جماعية وكأنو بيحاول يقول الناس انا لستني موجود وانا لستني لعيد بس مش في هذا الشكل الفردي المفرد يعني ربما يعني ما زلت انا عندي قناعات مختلفة في مسألة المداورة في مسألة صراحات الدوري دائما الافضل تحسم ثم تريح مش تريح على امل تنزلهم عشان تحسم وربما في ضل المباراة سيئة لبرشلونا كان فيه نقاط ايجابية بسيطة دست اللاعب بالاستركبات تاعته والجري تبعه اذا شفته سريع مبين سرعته ممتازة حتى بالنسبة للدور الاسباني ثقته بنفسه موجودة بتقدم بيسلم ما بيخاف منضبط بشكل جيد جدا يعني لاعب اعطى بواد ايجابية عشان ينجح لازم تحطه بمكانه اليمين مش بروبيرتو يعني دائما لما يكون عندك خيارين لاعب ممتاز بمكانه ولاعب الاصلي اللي انت حطه باليمين اصلا مش ممتاز جيد او سيئ حتى الافضل تحطه الممتاز تخليه ممتاز وتجيب اي حدا تحطه على اليسار لانه هيعطيك نفس مستوى روبيرتو بس على الاقل بصير عندك جهة ممتازة سرعة دست اللي شفتها اليوم هتحل مشكلة الجهة اليومنا في برشلونا برشلونا مازال يلعب سبعين من المية من الملعب ولما اقول سبعين من المية من الملعب يعني فيه الجهة اليسرى بتشوف بروح هناك بربط مع الدهير الايسر بربط مع الجناح اليوم ديملي او بتشوف بوسكتش بميلي شوي بيضله ما بين النص واليمين شوي بس ما بروحش على اليمين ما بين النص يعني خليني نحكي المنطقة هي المسافة البيينية ما بين اليمين والوسط وبتشوف ميسي ببدأ من اليمين بعدنين بروح للنص وبعدنين بروح لليسار فالفريق فعليا شاغل سبعين من المية من الملعب بالعرض فيه تلاتين من المية ملغيات لانه روبرتو اما بتأخر او اللعيبة خلاص يعني فقد الثقة فيه فلما ديس تروح بهذه السرعة اعتقد حيحل هذه المشكلة عن اليمين هاي من اهم المشاكل المستمرة مع برشلونة مع فالفردي مع ستين مع كومن الجهة هادي ممنوع يهجم منها الفريق ولازم احنا بنتكلم عن برشلونة كسوق فريق اليوم لازم ما ننسى انه ختابي بصراحة قدم مباراة انضباطية ممتازة الفريق اللي بيبدأ باربع اربع اثنين بتحول اربع خمس واحد الحالة دفاعية كان عم بيقاتل وبيعمل زيادة عالدية ممتاز جدا في المربع امام منطقة جزاؤه عشان يجبر برشلونة ما يقدر يتواصل مع اي مهاجم بيحاول يدخل في العمو هادا الشيش كان يخلي برشلونة يروح كتير على الاطراف بدون فايدة او يجبر ميسي يرجع لنصف الملعب عشان يستلم كرة ويحاول ينطلق من هناك هذا الشيء الاول الشيء الثاني واخذ له انه حس انه برشلونة مش تمام فما تراجع بشكل استسلامي او مبالغ فيه فظله يطلع واخذ اكتر من ركنية واشترى اكتر من لحظة وحتى في الدقيقة الاخيرة في دقيقة 88 تقريبا واجه المرمى وكاد يسجل طبعا رتم المباراة ما زال برشلونة مع كومن من اول مباراة لليوم عم بلعب بريتم فال بردي اللي هو بطيء ممكن يشد شوي بس ما يبقدر يكمل بهذا رتم ما زال الفريق البعيد جدا على رتم برشلونة الحقيقي رتم برشلونة الممكن يخلي لعيدته في مواقف واحد لواحد الاطراف او يخلي الدفاعات تتخلقل ما زال هذا الرتم قابل للاحتوى والاستحوان عليه بسهولة من الفرق الاسبانية اللي هي اصلا تتميز بالسرعة من اهم المشاكل اللي لازم يشترى لها كومن هادي المسألة لسه نحكي عمدرب جديد مدرب جاء لفريق نفسيا محطب بعد ثومانية بايرن فريق تعبان وهو بشوف سواء لازم يطلع ومسي ممكن يطلع فبشان هيك لازم اوضح لما ننتقد كومن الان ننتقد فريق الان ما بنتكلم كومن بيطلع وفلان قال لي بيطلع وهي لا متكلم انه بده وقت وبيستهل وقت ويستحق الوقت عشان ياخد فورستو كاملة وما زلت مقتنع انه ريكي بويج لازم ياخد بعض المواقف في مثل هيك مباريات يعني لو نزل مكان بوسكتش وصار هو الثنائية مع دي يونج في اخر ربع ساعة مثلا اعتقد كنا حنشوف حركية افضل كنا حنشوف حركية اكتر في خط الوسط كنا حنشوف لعب يحاول يدخل ما بين الخطين المتماسكين خطين الوسط والدفاع عند ختابي يعني ما زلت اعتقد كان حيفرق اللعب اللي اللي شوفنا منه الموسم الماضي ما زلت اعتقده مقتنع تماما اذا عندك كوتيني وفاتي بلش فيهم وفوز اليوم تلت نقاط ختابي للعلم هي نفسها تلت نقاط ريال مدريد في التسلم الترتيب يعني ما بتفرقش لعب مع ريال مدريد حتى لو عادت عادل لكن اليوم لازم تفوز اليوم ما في مجال تلعب عادت عادل ما في مجال تستنى خصمك تشوف مستوى وبعدين تلحق وفي لعيبة خلص من الله لما يلعبوا اساسي افضل من لعبوا احتياط هم هي وفي لعيبة لما ينزلوا احتياط افضل من مؤسسيين وواضح في باتي من النوع اللي لما يبلش اساسي افضل انا عارف كان في جولة دولية وبتضغط على المدربين بس كمان دور الابطال لسه المباراة الاولى في دور المجموعات تبلش التكتك له وتخطط له لسه كثير بدري يعني كان في نوع من المبالغة كان واضح لازم يبلش الفريق بعد قادش يحسم بعدين يفكر في اللي جاي مش مهم يعني لعب سيء المباراة بتطلع فيها بتعادل دور الابطال احسن من لعب سيء في مباراة لازم تفوز فيها نوصل هنا هي تحلقة سلفي برشلونة اللي بتيجي بعد مباراة صعب جدا مشاهدتها على جمهور برشلونة فريق تقريبا بلا روح فريق تقريبا بلا حدة وبالنهاية فريق ضيع استفادة من خسارة غريبة لريامدريد امام قادش نصر هنا تهالي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستجرام مضرور جدا تابعونا على سيرفيسبورت والسلام عليكم ورحمة الله